قصة المقابلة الوظيفية قصة من الواقع الحقيقي آدم كان مستعدا جيدا لمقابلته في شركة XYZ Corporation مرحبا أنا آدم وأنا متحمس للمقابلة الوظيفية مرحبا آدم يسرنا أن نراك هنا أخبرنا قليلا عن خلفيتك لسوء الحظ تلقى آدم رسالة رفض أخرى من شركة XYZ Corporation شكرا على الفرصة سأواصل البحث عن الفرصة المناسبة إصرار آدم لم يتزعزع وتقدم بطلبات إلى المزيد من الشركات مرحبا أنا آدم وأود أن أكون جزءا من فريقكم يسعدنا معرفة المزيد عنك يمكنك أن تبدأ بسرد مهاراتك وصلت رسالة رفض أخرى إلى بريد آدم الإلكتروني شكرا على النظر في طلبي سأستمر في التحسين والتقديم جهود آدم الدؤوبة أدت إلى رفض آخر إنها رحلة صعبة ولكني لن أستسلم أخيرا بعد مقابلات متعددة تلقى آدم رسالة قبول مبروك آدم نحن متحمسون للعمل معك شكرا لثقتكم بي أنا جاهز للمساهمة في نجاح فريقكم ونفهم من هذه القصة أنك سوف تعاني ولا تستطيع أن تنجح من المرة الأولى إنما لا بد أن تحاول وتحاول كل مرة إلى أن تصل إلى النجاح وقم بتطوير مهاراتك وتعلم كل يوم شيء جديد القصة فكرة وإخراج سامي الثبيت ترجمة نانسي قنقر